بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالاً للLime Stabilization أو التثبيت باستخدام Lime من Chapter 7 اللي هو Soil Stabilization Methods الخاص بقرص Soil Stabilization للمستوى العاشر لطلبة قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الملك خالد نرضى ناخد Part 7 وهو Estimation Percentage of Lime إزاي أقدر نسبة الليم اللي إحنا هنستخدمها وبعدين هناخد الـ Construction Methods أو طرق الإنشاء باستخدام الليم أول حاجة Estimation Percentage of Lime The following amount may be used as a rough guide يعني إحنا هناخد الحاجات دايات بس حاجة ممكن تكون مزبوطة وممكن تكون مش مزبوطة حاجة rough كده يعني بنقول 2-5% For clay gravel materials having less than 15% of silt clay fraction يعني لو أنا عندي silt و clay النسبة بتاعتهم أقل من 50% يعني دخلنا فيها clay و gravel ماشي لو حطينا من 2% لـ 5% من الليم تمشي وتطلع لنا نتائج كويسة من 5% لـ 10% for soils with more than 50% أكبر من 50% من silt clay fraction أو لما تبقى نسبة المواد النعمة أكبر من 50% لا زود شوية النسبة خليها من 5% لـ 10% About 10% for heavy clay آه تربة ما لها بقى clay بتاعتها تقيلة used as basis and sub basis ممكن أحط 10% مع الكلال اللي هو التقيل دوت كبازيس وسب basis for soils having particle size intermediate between 1 and 2 above يعني لو لقيت حاجة متوسطة مبندة ومبندة the quantity lime required to peak من 3 لـ 7% خلي بالك بردك أن lime stabilization is not effective for sandy soil أساسا شغل الليم على شغل البلاستيستي فالساني سويل ما فيهاش بلاستيستي فالتأثير مش هيكون مؤثر أو not effective generally increase in lime content عموما لما بتزود نسبة lime causes slight change in liquid limit طبعا بيحصل تغير في مين في liquid limit and considerable increase in plastic mean limit the rate of increasing is very strabid يعني معدل الزيادة بيبقى في الأول سريع and then decreases beyond a certain limit لحد معين يعني بيجي حد معين the point is often termed as lime fixation point يبقى الحد اللي هي المعدل بيبتدي في الأول سريع وبعدين يبتدي بطيء الحد دوت بنسميه lime fixation point this is considered as designed lime content أو يعني لازم تبقى حط الكلام ده في اعتبارك وانت بتصمم نسبة lime المستخدمة في تثبيت الصويل طيب مش موجودة في الأسمنت مع المية وعملية الدم كما زيتش عن ساعتين لا هنا خد وقت ما فيش أي مشكلة lime may be added in a form of slurry instead of dry powder يعني ممكن ما حطش هناك في الأسمنت كنت بابتدي أنشر الأسمنت يعني أنثره على الأرض وبعدين أحط عليه المية لا أنت ممكن في lime تخليه عبارة عن مين slurry يعني عبارة عن مستحلب بالشكل ده عبارة عن مية و lime rest period of one to four days is generally required after spreading lime over a heavy clay before final mixing is done خلي بالك لازم تدي فترة راحة من يوم لكم لأربع تيام بعد ما تنشر من اللايم على بالزاد الأسمن التربة اللي فيها clay كتير قبل ما تخلص final mixing is done ليه عشان يبتدي يتفاعل اللايم مع الكلي ويحصل الكاتيون A exchange the soil lime is compacted to the required maximum dryness طبعا أنت دمكت الطربة لازم تأخذ عينة من الصويل ديت وتوصل لمين الجام dry maximum after construction أو after compaction the surface is kept moist for seven days يعني بعد ما تدمك لازم السطح بتاعي يفضل راتب لمدة سبعة تيام زي زي ما انت شايف هو هنا ناشر أو عمل انتشار لمين لل لايم هنا لايم سالوري مش باودر هنا الباودر وبعدين بيحط عليه المية خلي بالك شوف الطربة بتاعتي قبل ما استخدم اللايم يبغل عن طربة فيها البلاستيستي عالية جدا اول ما بتخلص استخدام اللايم شايف الطربة عاملة ازاي طربة فيها فيربل وتربة تعتبر البلاستيستي بتاعتها اقل ومقاومتها اعلى شكرا